ايمن السيود يقود الوجوم انتلاق الوجومية لسبورتينج الموكنين ايمن السيود يحط كورة في اليسار محمد العسكري حاول يعدي حاول يمر عسكري خطير خطير الحارس كورة صعبة التجديد جول 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 وسام الجربي يفتح باب التجديد لنادي سبورتينج الموكنين تتغير المعطيات لأصحاب الارض والجمهور تسعة دقائق مرت من عمر الشوت الأول النتيجة تغيرت أصحاب الارض يتقدمون بعد عملية وجومية انتلقت من ايمن السيود التمرير في اليسار مجهود ممتاز من جانب العسكري يراوغ يدخل منطقة الجزاء التمرير والمتابعة من وسام الجربي يمضي أول أهدافه مع نادي سبورتينج الموكنين واحد سفر لأصحاب الدار بداية قوية هكذا البدايات أو لا تكون كورة من وائل بن غالي هل هذه يرديد إلى ايمن السيود على الكورة في الوجوم السيود التجديد تسويب قوية بمنتهى الروعة هدف يعانق الروعة ويعانق الخيال ايمن السيود يضعف النتيجة يؤكد الأسبقية ويدعم النتيجة بهدف ثاني هدف ثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوت الأول هذه لعادة مشاهدين الكرام التسويب بقوة من هايثم السيود يمضي عن ثالث أهدافه مع نادي سبورتينج الموكنين هذا الموسم تسويب بقوة الاستلام يربح المساحة السيود يسدد والكورة قوية تمتزج فيها الدقة والقوة وتستقر في شباك الحارس علي القلعي اثنين مقابل سفر لأصحاب الأرض والجمهور رامية جانبية لسبورتينج الموكنين تعدي كورة لزياد السوسي الاستلام السوسي السوسي دربت جزا دربت جزا مع انذار انذار لمدافع الهلال الشاب أشرف جمعة أمية صد الحارس القلعي ترقب وانتذار ضربة الجزا يستعد السوسي والهدف الثالث الهدف الثالث لنادي سبورتينج الموكنين عن طريق الهدف عن طريق المهاجم زياد السوسي يسجل الهدف الثالث ويثري رصيده من الأهداف لسبعة أهداف سبعة أهداف في رصيد زياد السوسي مع سبورتينج الموكنين في بطولة هذا الموسم أصبحت ثلاثية مقابل سفر بعد مرور عشر دقائق فقط منذ انطلاق الشوت الثاني ترجمة نانسي قنقر